موسيقى في مشهد مأساوي مجسد صراع الضمير مغابريقي الشهرة وحين تتحول معاناة والآخرين إلى سرعة في سوق الأدب تتجلى قصة سعد عربان كشاهد على زمن تتهاوى فيه القيم أمام إغرائي الجوائز فمن رحم الألم بلدت رواية ومن خيانة الأمانة تشكلت حروف ومن دموع امرأة جريحة سيغت حكاية نالت جائزة غونكور المرموقة هي قصة امرأة وهرانية حملت في قلبها أوجان ثقيلة فلجأت إلى من ظنت أنها ستكون ملاذها الآمن طبيبة نفسية اعتمنتها على أسرار زوجها وخبايا قلبها لكن القدر شاء أن تتحول هذه الأسرار إلى بادة خام في يد زوجي الطبيبة الكاتب كمال داوود الذي حول معاناتها إلى رواية الحريات دون إذن أو حتى علم صاحبة القصة الأصلية وفي مفارقة صارخة بينما كانت أضواء باريس تستع اختفاء بفوز داوود بجائزة غونكورة كانت تعد عربان تضرف دموعا صامتة في وهران تشهد كيف تحولت ألامها إلى مجرد فصول في رواية وكيف أصبحت معاناتها تباع وتشترى في المكتبات وشم على ظهرها وتفاصيل حياتها الدقيقة كلها تحولت إلى حبر على ورق في عمل أدبي نال استحصن النقاط وتسفيق الجمهورة دون أن يدري أحد أن وراء هذا العمل قصة سرقة أخلاقية وخيانة للأمانة المهنية واليوم بينما يقف كمال داوود في قفصية الاتهام تقف معه قيم المهنة الطيبة ومبادئ الأمانة الأدبية في المحاكمة ذاتها فكيف لطبيبة نفسية أن تخون قسمها المهني وكيف لكاتب أن يبني مجده الأدبي على أنقاض حياة امرأة لم تمنحه الحق في سرد قصتها وأي نجاح هذا الذي يبنى على دموعي الضحايا وأهتي المغدورين إنها ليست مجرد قضية قانونية عابرة بل هي محاكمة للضمير الإنساني ومساءلة عميقة لحدود الإبداع الأدبي وأخلاقياته وبينما تنتظر العدالة كلمتها الأخيرة تبقى سعاد عربان شاهد على عصري تتحول فيه المأسية الإنسانية إلى مجرد بضغط في سوق الأدب وتغيب فيه الأخلاق خلف ستاري الإبداع المزعومة نقطة على السطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر